هذه أبرز العناوين تفاصيل مواجهة كروية قوية بين المغرب والجزائر مفاجأة قوية ولد الرجراجي استبعد أول لاعب من لائحة المنتخب بعد موريطانيا وأنجولا إبراهيم دياز يحسم في البقاء مع ريال مدريد الإسباني بعد عرض أرسنال الإنجليزي الكبير صراع كبار الليجة للتعاقد مع الدولي المغربي عزدين أناحي لعب مارسيليا الفرنسي أعلن اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم يوم الثلاثة 28 مارس 2024 عن نتائج قرعة مصابقة شمال إفريقيا لمنتخبات مواليد 2007-2008 وستقام المصابقة في الجزائر خلال الفترة من 16 إلى 26 أبريل 2024 بمشاركة خمس منتخبات هي المغرب الجزائر تونس ليبيا ومصر وفي الجولة الأولى التي حددت يوم 18 أبريل فستكون بين المغرب وجزائر أما الجولة الثانية يوم 20 من أبريل المغرب ضد تونس والجولة الثالثة في 22 أبريل المغرب ضد ليبيا أما الجولة الرابعة في 24 من أبريل ستكون بين المغرب ومصر لن يشارك سفيا أمر رابط لاعب منشستر يونيتد مع المنتخب المغربي في مباراته ضد أزامبيا في 7 من يونيو المقبل ضمن تسفية كأس العالم 2026 ويعود سبب الغياب إلى طرد أمر رابط في مباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023 وقررت لجنة التأذيبية في الكاف إيقاف أمر رابط لمباراة واحدة فقط معتبرة أن تدخله ضد مهاجم جنوب إفريقيا لم يكن يستحق عقوب أشد بينما سيعود وليد الرجراجي غياب أمر رابط بلاعب بولونيا الإيطالي أسامي العزوزي وسط الملعب وينظر إلى العزوزي على أنه صاحب نفس مواصفات أمر رابط حيث يتم التعاني بقدرة فائقة على افتكاك الكرة وحسم النزالات الثنائية ويدكر أن سوفيان أمر رابط أصبح مرشحا لمغادرة مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية بقرارين من المدرب إيريك تيكهان بينما أبدأ أطلتكو مدريد وبرشلون استعداداتهما للتعاقد معه يستهدف مسؤول فريق أرسنال الإنجليزي التعاقد مع الدولي المغربي إبراهيم دياز نجم وسط ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ووفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل الإنجليزية فإن إدارة أرسنال وضعت إبراهيم دياز نجم ريال مدريد لخط وسط المدفعية في الموسم المقبل ورسد القانرز مبلغ 65 مليون يورو لحسم استفقاء ويرتبط المغربي إبراهيم دياز صاحب الرابع والعشرين عاما بعقد معاري المدريد ينتهي في يونيو 2027 وقد يرفض الإيطالي كارلو أنشليتو مدرب الملكي فكرة الاستغناء عن اللاعب السابق لسيتي وميلان لحاجته الماسة إليه في وسط الهجوم مستقبلا خاصة في دل كبار سنتناء توني كروس ولوكا مدريد واقتراب رحيلهم عن سانتياغو بيرنبيو ومن جهة أخرى فقد كشف إبراهيم دياز لاعب نادي ريال مدريد موقفه من تجديد عقده مع فريقه مؤكدا أنه يرغب في الاستمرار بالملكي للأبد وينتهي عقد دياز مع ريال مدريد في صيف عام الفين وخامس وعشرين حيث يتطلع الملكي لتجديد عقد نجمه المميز في الفترة الحالية وقال دياز عن تجديد عقده مع ريال مدريد في تصريحات صحفية لا توجد مفاوضات لأن ريال مدريد هو النادي الذي أرغب أن أكون فيه واخذ إبراهيم دياز 32 مباراة مع الميرينجي في الموسم الجاري وأحرز 8 أهداف وقدم 4 تمريلات حاسمة وحصد كأس السوبر الإسباني موسم 2023-2024 وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد وافق على تغيير الجنسية الرياضية لنجم ريال مدريد إبراهيم دياز من الإسبانية إلى المغربية والذي لعب بقميس منتخب الأسود في التوقف الدولي مبارتي أنجولا ومريطانيا الوديتين وتابع أريد اللعب في ريال مدريد والفوز معه بالألقاب الممكن كما أضف دياز تصريحاته أنا أبدل قصار جهدي في كل يوم لأنني أحب هذا النادي بات الدولي المغربي عزدي الأناحي لعب مرسيلي الفرنسي والمنتخب الوطني لكرة القدم قريبا من مغادرة فريقه الحالي بعدما تلقى العديد من العروض من أندية إسبانية حيث دخل دمن اهتمامات نادي فياريال الإسباني في المركات الصيفية القادمة بعدما بات قريبا من مغادرة الفريق الفرنسي ومن جهة أخرى فإن وسائل الأعلام الفرنسية أكدت بأن نادي مرسيلي لن يعارض مغادرة متوسط ميدان المنتخب المغربي عزدي الأناحي للفريق في حالة توصله بعرض مغري سواء من البطولة المحلية أو من الخارج ويلاقي فياريال الإسباني منافسة قوية من مواطنه خطفي لتعاقد مع عزدي الأناحي الذي تراجع مستوى في الفترة الأخيرة التي أعقبت مشاركة الأسود بنهائية كأس إفريقيا للأمم الأخيرة بالكوديفوار يشير إلى أن عزدي الأناحي كان من أبرز لاعبي المنتخب الوطني خلال مشاركته بمونديول قطر الذي احتل خلاله الأسود المركز الرابع ترجمة نانسي قنقر المترجم